اجرى وفد مجلس النواب البحريني لاندونيسيا لقاء تشاوريا مع رئيس لجنة الصداقة الاندونيسية البحرينية بالبرلمان الاندونيسي واكد سعدة النائب عباس الماضي عضو مجلس النواب نائب رئيس الجمعية الوطنية الاسيوية ان ملف تطوير التعاون والعلاقات المشتركة بين دول اسيا ومملكة البحرين له ضرورة واهمية قصوى خاصة مع ما يتعرض له دول العالم اجمع من تغييرات استثنائية على كافة الاصعدة مؤكدا ان توحيد الخطط والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات البحرينية المشتركة مع الدول الاسيوية في مختلف المجلات ستكون من اولى اولويات اجندة الاجتماعات المشتركة للجان الصداقة البرلمانية بمجلس النواب واكد النائب الماضي العمل في الفترة القادمة على ترجمة بنود اتفاقية التعاون المشتركة من خلال التعاون في مجال النواب والامانة العامة بين المجلسين لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات والزيارات المتبادلة وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافلة الدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين يذكر ان مشاركة وفد مجلس النواب تأتي بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافلة الدولية والاقليمية بصفتها عضوا فاعلا ومؤثرا في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية اشتركوا في القناة